اشتركوا في القناة أربعة اقتصادات المشروع الدولي اقتصاد للهام والذي يشمل أربعة اقتصادات اقتصاد للهام اقتصاد المرونة والتكيف اقتصاد الشباب واقتصاد استشراف المستقبل ويأتي من بعده اقتصادات فرعية مثل اقتصاد الشيخوخة وغيرها من الاختصادات أو المنهجيات الأساسية مثل الاكتفاء الذاتي وغيرها وطبعا مهم أن نحن نفهم أن بدون في الحقيقة القدرة على التكيف والمرونة لن تكون هناك استدامة لنماذج ملهمة لذلك هذه النماذج تعزز بعضها البعض لكي تحقق الفارق وتجعل الناس أكثر تكيفا ومرونة فاليوم إذا أردنا أن نتحول من عقلية مقيدة عقلية هي في الحقيقة ما ترى الصورة الكبرى لا تستطيع أن تأتي بحلول إلا من حلول ما يسمى حلول أفقية إلا بحلول رأسية وليس حلول أفقية أو عمودية وليست أفقية يعني تأتي من خلال التخصص تأتي من خلال الخبراء في مجال محدد ومن تأتي من خلال حلول تنظر إلى المشكلة من عدة زوايا لن يكون هناك مرة ثانية تعلم جديد إذا أردنا أن نصنع تعلم جديد أو هناك تعلم جديد في الحقيقة فمعناتها هناك عقلية أقل قيدا عقلية تنظر الأمور بشكل شمولي وفيها روح متجددة وفيها روح المغامرة روح أنها تتعامل مع الأزمات بطريقة مرة ثانية سريعة وبالتالي هي تكون أكثر تكيفا وأكثر قدرة على أن هي تكون عندها عامل التنبؤ عامل استشراف المستقبل تكون بشكل أكبر لذلك نقول هنا يأتي دور مرة ثانية الحكومات الرشيدة مثلا لو احنا تكلمنا على حكومات رشيدة وقلنا والله مثلا لو احنا قلنا نبي نطبق ذي على دولة سوف ترى أن الحكومات الرشيدة الحكومات العاقلة هي التي مثلا لا يكون ما يكون عندها فساد كثير أو ما يكون عندها مرة ثانية مديونية عالية ما يأتي إلا من خلال أن عندها عقلية مرينة عقلية تعلم سريع أين أماكن الفساد أين أماكن الفساد الإداري أو الفساد المالي الفساد المقصود أو الفساد غير المقصود وكيف نتغلب عليه، فيكون عندها تعلم سريع، هذا التعلم السريع هو اللي يجعلها أكثر مرونة، إنه ما تقع في أزمات، ما تقع في مديونيات كبيرة، كما نرى في بعض الدول الخليجة اليوم، يعني أو جلها، يا كلها عليها مديونات، هاي هذا البترول وضعناه في صوب والمديونات في صوب، لا رجحت كفة المديونات بشكل أو بآخر، إذن نحن نتكلم على وهي ما يعطي مرونة للمستقبل، إذن نحتاج إلى أن نكون دائما عندنا وقفات سليمة، وهذه الوقفات تراجع الأداء، تراجع عينا ذاهبين، لماذا علينا مديونات، لماذا عندنا مثلا تكرار في بعض المصروفات أو ما يسمى الأوبرهيد، في كل شيء، في مشاريعنا قصاد الهام، في مشاريع دولة، في كل الهاتف، لما نقف الوقفات هي اللي تخلينا نستنبط مرة ثانية، ونسترجع ونستنتج ما يفترض أن نقوم به، فتاكينج بوزز نحن نسميها البوزز، هذه مهمة جدا، وفي الأزمات أكثر، يعني في الأزمات يفترض أن نكون إحنا أكثر ناخذ وقفات، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن نحن نتعلم أكثر من الفشل، في الأزمات يفترض أن نتعلم الفشل، نتعلم من هذه الوقفات، لأن كل ما تعلمنا أكثر، كل ما استطعنا أن نصبح عندنا، أن نستطيع أن نصبح أكثر تكيفا، وليس في الظروف الأزمات، يعني حتى لو ما كان في أزمات وكنا نحن في تطور سريع أو نمو سريع، يفترض أن نقف وقفات، لأن الخطر أنك لا ترى ما هو قادم، لن ترى ما هو قادم إلا لما تجمع الأمور كلها مرة ثانية، وتدخل في منهجية علمية، في القياس، في المؤشرات، في التحليل، في الميدان، وتشوي تجارب، تطلع مرة ثانية إلى النقطة اللي بعدها، وهذا ما أنا أتوقع يميز الناس الذين يقودون العالم في التغيير على مستوى الأشخاص أو الشركات الكبرى، أنهما عندهم قدرة على الوقت فات، ومراجعة ذاتهم أين ذاهبين ويطلعون بشيء جديد في الفترة، وإلا ما كانت أتوقع حين الآن، يعني بعد نظرتي إلى الفترات الأخيرة، برغبني أختلف معه أنه متوجه إلى الفضاء، لأنه طريقته في التعلم، وطريقته في الاستثمار، وطريقته في الحب والاستكشاف، يبين عنده وقفات كثيرة، وهذا النموذج التحول من العقلية المقيدة التي تلتزم بالموارد المالية التي تنظر الأمور من ناحية تخصصية إلى العقلية المرنة المتنبئة التي تنظر الأمور بشمولية وتتخلص من الموارد الناظبة، هذه بحد ذاته هو قدرة كبيرة في نماذج اقتصاد الإلهام، وما نريد أن تثبت أن كل نماذج اقتصاد الإلهام تقوم على تنمية مستدامة، وتدمج هذه منهجيات التنمية في، تدمج في الثقافة وفي الاقتصاد والمجتمع، ويكون هناك اقتصاد مرن كما ذكرنا سابقا، وهذا الاقتصاد يفترض أن يعزز جودة الحياة في المجتمع، إذا استطعنا أن نصنع ذلك فنحن نستطيع أن نصنع مرة ثانية ذلك المجتمع الذي يحب استكشاف الذات، والذي يقوم على مرة ثانية استدامة أثر الإلهام بطريقة فاعلة، لذلك لو لاحظنا الاقتصادات عبر التاريخ، الاقتصاد القاعي الذي جاء في العام 800، والاقتصاد الشيوعي من 1950، والاقتصاد السلوكي من 1953، والاقتصاد الدائري من 1970، والاقتصاد المعرفي من 1966، والاقتصاد المرتاني البيئي من 1989، والاقتصاد الإبداعي أو الابتكاري من 1990، والاقتصاد الرقمي من 1995، والاقتصاد الابتكار بشكل عام، الابتكار Creative Economy، اللي هو عبارة عن اللي يتعلق في الفان والسينما والثقافة بشكل عام، جاء مع العام 2000، والاقتصاد بنفسه جي، اللي هو يدمج بين عدة اقتصادات أيضاً، جاء من العام 2011، لكن احنا نتكلم على الاقتصاد، أتينا به من 2015، اقتصاد يقوم على الإلهام، يعزز مفهوم الإلهام بشكل كبير، فهذا الاقتصاد يتميز الآن أنه يقوم على نماذج لها معطيات ومتغيرات، تستهدف الأخير، وتأخذ من كلها الاقتصادات إذا تساهم، يعني ما يساهم في هذه الاقتصادات كلها، في أنها تحرر لنماذج الأعمال، مقديم من أحضر الممارسات في هذه الاقتصادات، وبالتالي ما يسهم في استدامة أثر اقتصاد الإلهام بشكل أو بآخر. حوق عقف معكم أخواني وخواتي عند هذه الفاصل، ونواصل معكم إن شاء الله في الحصة القادمة، شكراً لكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر